اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة احنا كل اللي بنطالب به العدالة والشفافية نطلب كمان من السادة الزمل المخرجين انه يبقى فيه دايما عارفين انه التقنيات مش احسن حاجة وعارفين انه كاميرات ووسائل النقل مش احسن تكنولوجيا في الدنيا وبالتالي بيبقى فيه مشاكل في الناحية الكواليتي الخاصة بالصورة لكن من الممكن جدا انه الزوايا المختلفة تدينا شكل او تصور اوضح للوقعة واذا كان فيها مخالفة من عدمه وبالتالي تسهل على الحكم انه هو ياخد القرار الصحيح وده يترتب عليه ان احنا نتفادى اي حالة جدل نحن في غنى عنها تماما طيب نشوف اللقطة التانية ده الهدف الاول معنا الجون التاني برضو تحرام ربيعة اه دي بتاعة ربيعة هي بص يعني القرى اولا الراحة لكهرباء او اللعبة بدماغه اه مش اوف سايت احنا على خط يمكن تبان في الاعادة كمان بشكل اوضح اه هو اكيد ربيعة مش اوف سايت لا وهنا لعب واللي لعب كرة بدماغه مش اوف سايت لان بص الرجل الازرق فين يعني فيباك من رجل الازرق سبق يعني هو اللي كان في موقف كهراء كهرباء مش متدخل مع الكرة الكرة راجعة من القايم اه او راجعة من العرضة بالزبع كهرباء مش متدخل معها وما لمسهاش الاثنين دول مفيش حد فيهم قصال لغاية ما وصلت الكرة الرمي ربيعة وحطاها بوش رجليه كرة طبعا برضو صعبة جدا 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 يعني كهرباء لا لا راع على الكرة هو طبعا انت عارف برضو اللي بيعني بيخلي الناس يعني ما بتقفش عند غلطات من النوع ده انه الغلطات دي غير مؤسر انه الاهلي كذبان وعشان النتيجة راحت ربعا لكن لقدر الله كابت الرمضان لو لو ماتش زنباح الاهلي فيه فقط نقطة او نقطتين اعتبقى مشكلة كبيرة جدا اعتبقى مشكلة كبيرة جدا عشان كابي يوب بس نتفادى النوع ده من المشكلات فيما هو قات عندنا ست ماتشاط عايزين نوصل بالمسابقة لبرى الامان ويبقى التحكيم بتاعنا طالع من المسابقة زي ما في نادي هيكون بطل يبقى التحكيم طالع بموسم ناجح كل يشيد منظومة التحكيم في مصر نشوف طرد عامر عامر خارس مرمال انه برضو فيه ناس علاقت على الطرد ده لكن نشوف طبعا دي حالة الطرد بتاعت عامر عامر طبعا في ايديه طبعا في ايديه واضحة يعني ده هو حتى لما راح برضا شافه في الجوان دي حاجة تقديرية يعني حالة دي الحكم تقديرية للحكم ولا ده نص واضح في القانون انه حالة التعمد انك انت تمنع عدف للقس طبعا ده قانون مش حاجة تقديرية للحكم انت طلعت الحارس طالما تطلع برض 18 ولمس الكرة بيديه ومنع كرة انها تروح على المرمى يعني الكرة جات في ايده هو بيصد الكرة هو رفع ايديه لتنينة طبعا ممكن لقطة دي الزاوية دي مضحة دي الزاوية اللي توضح بقى رفع ايديه لتنينة عشان يصد الكرة واخارج المنطرة ده قانون مش تقدير للحكم طالما الحارس طلع برض 18 ومنع هدف على طول الكرة تحرك شريف كمان في الكرة دي هو ده اللي نحن لسه نتكلم على شريف شريف عنده السرعة اللي هي بيختارك بيها اي دفاعات الحقيقة يعني بيتفوق على اي دفاعات موجودة في المسابقة الحقيقة يعني الكرة دي شوفه ضرب في وسط ثلاثة ورغم ذلك هو ضربهم وبعد كده طبعا هو حطاه في الجول والحارس طبعا عامل الحقيقة طبعا منع الكرة بيديه طبعا برضو لازم نشيد في اللقطة دي بكهربا مش بس عشان يدرس الحقيقة اللي لعبه لمحمد شريف لكن كهربا واضح انه مركز قوي الفترة الاخرى ما هو بص هو كهربا لما تجد تعمله تحكين فني لعيب كبير من اللعيبة كبيرة اللي موجودة في مصر لكن المباراة اللي هو ما بيبقاش مركز فيها ما بيطنعش امكانياته المباراة اللي هو مركز فيها الحقيقة يعني الكرة دي يعني بتاعت مثلا حاجات بلعت أفشة بتاعت مثلا عمرو السلية اللي هو بيعرف يوصلها كده لكن الكهربا انه يوصل محمد شريف بالتاميرا دي لعيب كبير مركز ولعيب كبير جدا تستنين بس لسه سبعين في المائة بالزبط عنده أكتر من كده كمان طبعا يعني ممكن كهربا بحقيقة بإمكانياته يبقى في حتة تانية بالزبط مستر موسماني بيذاكر اخر خمس مطشاط للإسماعيل يمكن راجل الحقيقة في المطشاط الكبيرة بالذات بيقدم لنا يعني كرة غير يعني دايما انت لو بسيط لأحلى مطشاط لعيبها لأهلي السنة دي كانت المطشاط الكبير يمكن وقعنا وفرطنا في المطشاط اللي ما كناش عاملين حسابها ازاي بتشوف الراجل أو يعني الطريقة الأمثل من وجهة نظر المسلماني عشان موجهة لإسماعيل يعني يمكن احنا بنسبة لكلامك حتى مبارتين التراجي مركز يوم بشكل كبير جدا سانداونز الاتنين مبارتين مقدين بشكل قوي جدا احنا كل المبارات اللي احنا بنبقى عاملين حسابها لا احنا بنقدي بشكل كويس يمكن المبارات اللي احنا خسرناها اللي احنا خسرناها مع الفرقة اللي هي تحت اللي هي بتصارع حبوط فلا هو وهو بيذاكر تحديدا اخر خمس مطشاط يعني هو بيشوف الإسماعيل ويمكن اخر مطشح احنا نسا كنا نتكلم عليه الحقيقة الريمونتاد اللي عملوها قدام بيراميدز كانوا خسرانين وكان مطرود منهم واحد ويقدروا يرجعوا في نهاية المباراة يحسب لفرقة الإسماعيل اكتر حاجة اكتر حاجة هيركز عليها موسيمان الحقيقة هي حية التديق الملعب ما يبقاش يعني زي في مبارات يا احمد اللي احنا يمكن الفرقة المنافسة احراز وفينا اهداف انهي ان احنا نبقى متقدمين بجول والمباراة احنا متقدمين بجول احنا ليه بنفرط في مساحات زي مثلا المبارات مثلا الانتاج ازاي احنا مثلا نفرط نخلي مثلا اثنين على اثنين او ثلاثة على ثلاثة مشكلة مشكلة كبيرة جدا لا احنا في رقة الإسماعيل عندهم لعيبة يقدروا يصنع الفرق زي ما قلنا الاثنين لعيبة المهاجمين الحقيقة اذا كان شكري او فخر الدين فعشان كده ما ندهمش مساحات هو برضك هيركز على النقطة دي بالذات وانا حتى في التلت الهجوم التاعي وفي التلت الدفاع للإسماعيلي وانا بحط الكرة بالعرض عشان بجيب جول لازم يكون مأمن التلت الدفاع بتاعها بشكل كواس او زي ما قلت لك ان حمد فتح الحقيقة هو اللي بيعمل دي الوحيد اللي بيعمل دي وانت بتهاجم هو اللي بيأمن لك دي قدام السيد باكين وقدام باك من الباكين لان احنا في الطريقة التنفيذ اللي اربعة الحقيقة في مشكلة ان انت ما تقدرش تطلع بالباكين يعني لو علي تلع يبقى هني يستنى لو هني تلع يبقى علي يستنى عشان يبقى عندك السيد باكين وحمد فتحي مع باك من الباكين لكن احنا فيه اوقات بنفرط في دي كنت بسألك سؤال بعيدا بقى عن مشوار الاهلي ليه الدوري محلاوي قوي كده في اخره يعني ليه الدوري ليه الفرق حتى اللي بتصارع انت بكلم على الاسفار بكلم على الانتاج بيقعبوا كرة ليه الدوري بتاعنا مش مبتدي سخن كده ومولع كده من الاول كل واحد بيطلع اقصى ما عنده من بداية الموسم لازم نستنى لما يبقى ظهرنا الحيطة زي ما بيقولوا عشان كل واحد يطلع يمكن هو الدوري حلو برضك زي ما لك في المنافسة وتيم كو جدا والمنافسة هتتحسم في السوان الاخيرة الحقيقة الفرق اللي تحت الحقيقة الفرق اللي بتصارع هبوط بيقدوا اداء يعني لو قدوا من اول الموسم اعتقد ما كانوا شو تحطوا في المركز العقلية استتغير والاجهزة الفنية تتحمل المسؤولية يعني ما تقديش وانت لما تحس بالخطورة طب ما تقدم الاول زي بالزبط مش بكلمك بقى على كمان من اول الموسم زي بالزبط الناس اللي بتفرط في خمسة واربعين ديئة او مثلا خمسين ديئة وبعدين يخش جول مباراة في اخر ربع ساعة او اخر مثلا عشر ديئة لا طب ما انا من اول ديئة في المباراة انا بلعب زي مباراة احنا بنلعب مباراة سراميكا في اول تلاتة ربعة دقيقة احنا سجلنا هدف لان احنا ضغطين ويعني نزلين عارفين مش ضغطين ان احنا كمان احرصنا هدف وخرصه ورجعنا لا احنا ضغطين وضيعنا في هدفين طبعا او فيهم هدف اللي هو بتاع محمد الشريف مية في المية اللي جات في صدر افشا الحقيقة وحوالي خمس ست فرص الشرط الاولاني كنت ممكن تسجل منهم فهو ده زي ما بقى قول على ان انت تبدأ التسعين ديئة من اول ديئة زي ما بقول ان الفرق تبدأ الموسم من اول ديئة في الموسم سيبي الكرة في مصر واخدك لتوكيو شوية ازاي شفت مشاركة اولادنا في توكيو والنتاج اللي حققتها بعثة مصر في الاولمبياد يعني انا ببركلهم كلهم الحقيقة وابطال طبعا دي فريال طبعا مطر الكراتي ما كناش يعني ما كناش متوقعين يعني كان فيه حاجات تانية كنا متوقعين واللياسف ما حقق ناشت كراتي فرق معانا جدا والميدالية الزهبية نططفنا كتير عشرين مركز طبعا حاجة محترمة جدا وحاجة مبارك لهم ابطال 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 حقيقة ويستاهلوا يعني ان احنا نعملهم تكريم كبير جدا جدا طبعا زيانة طبعا بطل عظيمة بطل عظيمة وتستاهل حقيقة وكامل ممكن تكمل الحقيقة توصل للمورة النهائية ده جندي احمد الجندي احمد الجندي الفضية طبعا دور دك حاجة حاجة عظيمة الحقيقة بطل طبعا البي بي سي ممكن كتكتب انه عمل ريمونت دا وعمل كامباك تاريخي كان من مركز 13 وقدر انه هو يفنش تاني وكان ممكن ياخد زهبي ده اليد كيشو طبعا امل مصر في فاريس دايما المصارع الحقيقة طبعا خسرنا رفع الاشقال طبعا لو كانت معنا في الدورة كانت الحصيلة بس الحقيقة الولاد دول في منهم كتير جدا مبشرين والامل كبير يعني طبعا في النهاية ست ميداليات لكن شايف انه عندنا مصر تستحق وعندنا يبقى اكتر من كده يعني انا في رأي ان يوكيشو الحقيقة لو ركز في 30 ثانية الاخيرة كان ودنا في الضيئة او الزهب صحيح يعني مبروك تاني لأبطال مصر واملنا كبير فيكو في باريس ان شاء الله وان شاء الله زي ما باركنا لأهلي على 3 نقاط غالية جدا في مطش السرامي كان بارك ان شاء الله يوم الأربع جاي كابتن رمضان لأهلي ان شاء الله وانفوز على الإسماعيلي ان شاء الله املنا كبير وبراهم مرة تانية مع الجمهور الأهلي على الحالة 6 مطشاط اللي جايين محتاجين لحالة دي توصل في كل حتى غبطي كل حتى في بصر وتوصل لنجومنا ورجالتنا وفرقتنا وان شاء الله بإذن الله قادرين على التتويج بشكرك كابتن رمضان على وجودك معنا شرفتنا ونورتنا وانبرك ان شاء الله لحضرتك في الحلقة اللي جاي نتقابل فيها ان شاء الله ان شاء الله باشكر حضرتكم ونتابعكم ونقابلكم بكرة ان شاء الله حلقة مميزة جدا فيه أستادسة كلام كتير جدا على المركات وعلى أهم الصفقات ان شاء الله اشتركوا في القناة